أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية وتمونية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين في فروع المجمعات الاستهلاكية المختلفة وعلى مستوى جميع المحافظات خاصة مع اقتراب حلول عيد الأطحى المبارك وخلال اجتماع لمتابعة موقف توافر السلع في الأسواق استعرض مدبولي مع عدد من المسؤولين المعنيين تقريرا مفصلا عن توافر السلع الأساسية وتمونية في منافذ وزارة التموين والبلغ عددها 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لتوردات واستلام القمح من المزارعين